وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري اليوم مع وزيرة التنمية الدولية الكندية ماري كلاود تيبيو اتفاقية التعاون يتم بموجبها تمويل مشروعين بقيمة 39 مليون دولار كندي وبموجب الاتفاقية ستقدم الحكومة الكندية دعما بقيمة 19 مليون و850 مليون دولار لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال مشروع الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة كواتر انترنشنل وبالشراكة مع صندوق الطاقة المتجددة الذي سيساهم في المشروع بمبلغ مليوني دولار كندي اضافية وسيتم سحب الاموال المخصصة لهذين المشروعين من مبلغ 185 مليون دولار كندي الذي صرح به رئيس الوزراء الكندي السابق خلال زيارته الى المملكة في كانون الثاني من العام 2014 لمساعدة الاردن في مواجهة تحديات التنمية الناتجة عن تبعات ازمة اللجوء السوري الى المملكة المشروع الاول تقديم دعم يصل الى حوالي 20 مليون دولار كندي لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال مشروع الطاقة المتجددة بالشراكة مع عدد من الصندوق ويساهم هذا المشروع بمبلغ 2 مليون دولار كندي اضافي بالتعاون مع مؤسسة نهر الاردن المشروع الثاني حوالي 19 مليون دولار كندي لتنمية المشاريع في وادي الاردن بالتعاون مع مجموعة مدى الكندية حيث سيقوم المشروع ببناء القدرات للنساء واصحاب المشاريع من الشباب والشابات لتنفيذ اعمال تجارية ناجحة اشتركوا في القناة